الخماسي الحديث وما أدراك ما الخماسي الحديث لأن الحقيقة اللعبة دي هي اللي حطتنا الدورة اللي فاتت في أولمبياد توكيو 2020 في مركز جيد يمكن ما تراجعناش كنا من غير هذه المدالية الفضية اللي حصل عليها الجندي كانها يبعا عندنا مشكلة في ترتيب في الجدول اللعب ذهبية وبرونزية لمصر ببطولة كأس العالم الخماسي الحديث بالمجر منتخبنا الوطن الأول للخماسي الحديث قدروا أن يحقق مداليتين في بطول الكأس العالم واللي تلعبت في العاصمة المجرية بودابست في الفترة من 25 إبريل ولحد 1 مايو اللي احنا فيه موسكت حقق الدهبية وبرونزية في منافسات الزوج المختلط وفردي السيدات وكان الزوج المختلط مكون من هيدي عادل ونور الدين كريم كانوا حققوا الذهب بعد ما جمعوا 1350 نقطة بفارق 40 نقطة عن الزوج المجري قريب جدا دي صور طبعا من البطولة 1000 مليون مبروك والزوج المجري جيه في المركز التاني أما المركز التالت فكان من نصيب الزوج المكسيكي أما المدالية البرونزية فكانت من نصيب سلمة أيمن عبد المقصود والحققتها في المنافسات الفردي بعد بطلات المجر وإيطاليا بتوفيه لكل أبطالنا وبالمناسبة ما ننساش يعني المناسبة دي ونتمنى الشفاء طبعا لحمد الجندي بطالنا التوج بمدالية فضية في بطول التوكيو 2020 طبعا كان خضع لعملية جراحية وهو دلوقت في مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل نتمنى لكل الشفاء ونتمنى لنرجع بسرعة إن شاء الله عشان بدل ما يبقوا مداليتين يبقوا ثلاث مداليات على إيدك يا جند إن شاء الله